بسم الله أهلا وسهلا بكم يارب تكونوا بخير تكونا ذاكرت يونت 1 سمعناك كلمات فهمنا اللي بين السطور فهمنا القواعد وذكرناك وحلينا شوية exercise نرض بمشيط الرحمن هناخد مع بعض يونت 2 يونت 2 اسمه supporting the community ازاي نقدر ندعم المجتمع بتاعنا الجزء الخاص بالreading a text about Egyptian who helped their communities هيبدأ يكلمنا عن ناس قدرت تساعد المجتمع المصري بتاعنا طبعا لهم كل التحية وكل الشكر الجزء الخاص بالwriting هيطلب مننا write about a famous person هنختار شخص يكون مشهور من الناس طبعا لساعدة المجتمع ونتكلم عنهم مشاكل كويس الجزء الخاص بالlanguage اللي هو grammar واللي هنشرحه بإذن الله في الفيديو ده منقسم لقسمين قسمة بتكلم عن present sample والpost sample والpresent sample باسب الpost sample احنا شرحناه في unit 1 فكده خلاص مش هنشرحه تاني هنشرح تلوقتي present sample ان شاء الله المضارع البسيط في المبني المعلوم وفي المبني المجهول الكلام ده موجود عندك في الملزمة اللي موجودة في description في صفحة رقم الجزء الاول فيه في صفحة رقم 51 لحد اربعة وخمسين ده الجزء الاول والجزء التاني من صفحة 61 لحد صفحة 63 يلا بقى نزل الملزمة امشي معي بالترتيب وان شاء الله الدنيا تبقى تمام التمام اخر حاجة اليونة المفروض الحاجات اللي احنا نفهمها فيه life skills الحاجات اللي احنا المفروض نتعلمها في شخصياتنا بقى empathy اللي هو التعاطف ازاي نقدر نتعاطف مع المجتمع بتعلم وازاي نقدر نساعد الناس زي ما اتفقنا لما نيجي ان شاء الله ناخد اي زمن مع بعض المفروض في الزمن نفهم اربع حاجات الحاجات دي تكتالي الاستخدام اول حاجة عشان اقدر افرق بينه بين بقية الازمانة بتاعة المضارق هسأل ازاي وهنفي ازاي لو عرفنا الاربع حاجات دولة يبقى احنا كده عرفنا الزمن في واحدة فيهم معرفناش يبقى احنا كده محتاجين نراجع مرة تانية طيب ندخل مع بعضنا كده نشوف شوية امثلة اول مثال بيقولك من الفعل هنا الفعل هنا اي انا عارف الفعل اي يبقى الكلام كده مبديا مبديا للمعلوم فين الفعل كلمة ايت يعني يأكل فيه اي حاجة تغيرت فيها لا بيقولك ده 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 اصل الفعل بتاع ايت يعني المصدر يعني ما فيش فيه اي اضافة طيب انا اكلت اي بقى بيقولك لانش او انا باكل ايه لانش اللي هو الغداء امتى يا عم قالك هاتنون اي بردي انا كده عارف الفعل عارف المفعول عارف الفعل الكلام هنا مبديا للمعلوم انا عارف الفعل زمن الكلام ده هنا اي بقى زمن الكلام هنا يعني مدرع بسيط طيب عارفنا ازاي الفعل في المصدر مع الاي او اليو او الوي او الزي ده كده مدرع بسيط طيب لو شي او هي او ات هحط للفعل اس او اس الجملة التانية بيقولك يعني ايه هي بتاكل الغداء او بالتناول الغداء بتاعها الساعة اتنين الظهر كل يوم حلو جدا طيب مين اللي بيأكل هي انا عارف الفعل او عارف المفعول وعارف الفعل يبقى الكلام هنا عندي مبدي للمعلوم طيب الكلام ده بيحصل بقى تلوقتي بس النهار ده بس يعني ولا ده الطبيعي بتاعها والطبيعي بتاعنا انا باكل في الوقت ده هتقول لي لا ده بيحصل كل يوم هقولك عارفت منين في الغالب معظم الناس بتجاوب الاجابة الظريفة بتاعت كلمة اصلا عارفتها من كلمة يعني كل صباح او كل يوم واحط اي حاجة تانية طيب بصي كده الجملة ديت يعني احنا بنبدأ العمل الساعة تسعة صباح مين الفعل فين الفعل start هنا في المصدر من غير اي اضافات فين المفعول اللي هنا كلمة work بنبدأ العمل الساعة تسعة حلو جدا الكلام ده بقى النهار ده بس ولا الطبيعي بتاعنا وكل يوم مم ما فيش حاجة في الجملة بتقول لا في فين بقى المضارقة البسيط انا باستخدمه لما اجا تكلم عن حاجة بتحصل معا بشكل طبيب بتحصل معا بشكل متكرر او العادة او الطبيعة بتاعتي الروتيب بتاعك من غير الكلام ده لو انا مقصدش الكلام ده فانا بتكلم غلط يعني احنا بنستخدم المضارقة البسيط بس لما نجي نتكلم عن عادة او حقيقة او الشيء بيحدث بشكل متكرر مش حاجة انا بعملها دلوقتي يعني انا مسلا قعد معكم دلوقتي اقول لك يعني ايه يعني انا الطبيعي بتاعي ان انا بقى لعب كورة طب ده انا اقول معاك مش بقى لعب كورة اه بس انا بقول لك ان الطبيعي بتاعنا انا بقى لعب كورة بقى ممكن تبقى كل يوم ممكن تبقى ثلاث مرات في الاسبوع ممكن تبقى مرتين على حسب الكلام يبقى اذا انا لو شفت اي جملة بتتكلم في اللي هو المضارقة البسيط انا بقى يبقى اللي بيقصدك بالكلام ده انه ديت حاجة طبيعية او عادة يعني عندي او روتين او شيء بيحدث بشكل متكرر طيق جملة كمان احنا بنشرب القهوة كل صباح من اللي بشرب نحنه يبقى انا عارف الفاعل الفاعل في المصدر عشان الفاعل هناوي ايه المفهول هنا كلمة كافي حلو جدا الكلام ده بيحصل ايه بقى ده الطبيعي بتاعنا عارفنا ازاي من استخدامنا للمضارع البسيط كلمة ايفري مورنينج بتعرفك بقى ان لو الاسبوع في سبعة مورنينج سبعة صبح بقى انا باشرب سبعة مرات التكرار بس زرف التكرار كمان جملة ده هما بيمشوا من الشغل الساعة خمسة مساء يعني خمسة المغرب يعني او خمسة بعد العصر الكلام ده امتا الطبيعي ولا النهاردة بس ده الطبيعي عارفنا ازاي مضارع بسيط برافو كمان مثال هي بتشرب قهوة الساعة كل صبح هي هنا الفاعل يبا الكلام ما ابني المعلوم حطنا الفاعل اس ليه علشان الفاعل هنا شي تمام وده عارفنا ان الطبيعي بتاع حليلة ان ده بريزنت سيمبل وعارفنا ازاي الفاعل حطنا له اس لما الفاعل كان شي او هي او ات كمان جملة هو بيبدأ شغل الساعة 11 حلو الطبيعي بتاعه عرفنا منين من استخدامنا للمضارع البسيط عرفنا ازاي مضارع بسيط حطنا للفاعل اس او اس لما كان الفاعل شي او هي او ات وفي المصدر مع الاي واليو واليو والدي اخر جملة روب بيغادر او بتغادر الشغل الساعة 7 مساء وده طبعا الطبيعي بتاعه عشان احنا استخدمنا البرزنت سيمبل يبقى كده مبدئيا الشكل او التكوين بتاع البرزنت سيمبل الفاعل بيكون في المصدر لما يكون الفاعل اي او دي او وي او يو بالمناسبة كلمة يو معناها انت او انتم على حسب انا بكلم واحد او بكلم مجموعة من الناس وبحط للفاعل اس او اي اس او اي اي اس لما يكون الفاعل شي او هي او ات يعني فاعل مفرد طيب ناخد بقى كم مثال نطبق الكلام اللي احنا تعلمنا هنا بيقولك يعني صوت امواج البحر بتخليني هادي كده ومسترخي والدنيا حالوة يعني طيب ويفز دي ات مفرد ولا جمع جمع ويفز اهية تمام جدا بيقول لي بقى هنا ميك ولا ار ميت ولا ميكس ولا از ميت والله هنا مين اللي بيخليني ريلاكسة اصوات البحر يبقى انا عارف الفاعل يبقى هنا هاختار طبعا في المصدر ليه عشان الفاعل هنا جمع جملة كمان محمد صلاح نقط ماني تو هيلب بيبول ان هستاون محمد صلاح ده مفرد بيقولك ما ينفعش مين اللي بيدي محمد صلاح انا عارف الفاعل يبقى الكلام مبني المعلوم وده مفرد هنختار طبعا حطينا للفاعل هنا از جملة اللي بعديها اي نقط ماي بريكفاست ات سيكس انا بيأكل الفطار بتاعي كل يوم الساعة ستة الصبح قبل ما بزاكر او قبل ما بنروح المدرسة مين اللي بيأكل انا يبقى طبعا الفاعل انا عارف الفاعل يبقى الكلام مبني للمعلوم يبقى انا هنا هاختار الفاعل في المصدر من غير اي اضافات ام دايما بتغسل الاطباق بالليل طيب ده الطبيعة بتاع اه يبقى هنختار معها وش ده ماضي بسيط ما ينفعش وش مصدر ما ينفعش مع امي يبقى وشز يعني بتغسل حطنا الفاعل اي اس هنا طبعا والوش ده مستقبل بسيط طبعا مش ما فيش حاجة بتدل هنا على المستقبل ندخل على الجزء اللي بعديها وقت السؤال بقى ولا الجملة المنفية بنفي المدرسة البسيط بحاجتين يا اما دونت يا اما دازنت طيب دونت هتمفي الاي واليو والوي والذي دول هيبقى دونت وكده كده دونت او دازنت هتحط الفاعل في المصدر طيب الشي والهي والإت بنفيهم بكلمة دازنت وهتحط الفاعل في المصدر تماما ما ننساش طبعا ان دونت او دازنت موجودين في اي جملة في الانجليزي او فير بتدو بشكل عام فعلا معهم هارجع في المصدر نخلي بالنا بقى يا شباب انما لما نستخدم كلمة داز في السؤال هحزف الاس او دازنت طبعا يعني هرجع الفاعل في المصدر لكن انا ممكن انفي المدرسة البسيط بكلمة نيفر نيفر يعني ابدا بس ده طبعا مش بتشيل الاس يعني نيفر واحط الاس عادة مش بترجع الفاعل للمصدر ولا حاجة وبتديني النفي هنا بيقول لي ميسس سارا از سو بنكاتشول يعني ميسس سارا ديت منضبطة جدا في معينة شي نقط كمز ليت هي اكيد دايما مش بتأخر ليه لان هي بيقول لي منضبطة في الموعيد شي مش بتاخد يبقى بره دازنت دازنت ما تنفعش ليه بقى حد يقدر يقول دازنت مستحيل تنفع ليه علشان خاطر كمزة انا حتطلها عس يبقى ما ينفعش احط دازنت تنفع اكيد والده مستقبل ما لناشده عبيه خالص وبتحط الفاعل برضو في المصدر يبقى شي نيفر كامز ليت كمان جملة دي نقط اوت دي الفاعل هنا جام بيقول لي دازنت ما تنفعش ما ينفعش لان لو دي الفاعل كده كده يكون معاه في المصدر تنفع ما تنفعش يبقى هنا الاجابة بعد كده بيقول لي نادى النورة دولة جام بيلعبوا تنس كل يوم في ايام السابت كلها بقى بيقول لك دازنت بلاي ولا دونت بلاي ولا نيفر بلاي ولا بي ان سي احنا كنا قبل كده ان لما يكون في اختيارة عندي بي ان سي او اي حاجة منهم اتنين يعني او كل اللي فات فاقر كويس دونت بلاي دي يتنفع عشان دولة جام ونيفر بلاي دي يتنفع عشان خاطر انا بقدر انفي المدارع البسيط بكلمة نيفر يبقى انا كده هختار بي ان سي لي جابة الصحيحة اللي بعد خده نقط هنا في المصدر ولا دونت ولا ولا مش هتنفع عشان انا اصلا هده هتحط الفعال ايس او ايس ايبال يرجع الفعال المصدر وطبعا مش ينفع اخد لان الشيء او الهيء او الات بيقدم فيها بكلمة تمام؟ نودخل اللي بعد لما اجي اعمل سؤال هسأل بدو او دز ولو سألت بدو او دز كده كده الفعال هيرجع للمصدر ما ننساش هشباب دو هتسأل على اي دي وي يو او اي فعال جمع دز هتسأل على الشي والهي والات وطبعا او اي فعل مفرد وكده كده الفعال هيكون في المصدر اخد لنا جملتي بيقول لك النقط قال له يس اي دو يس اي دو هنا بيقول لك doing like are you like do you like or you like طبعا هنا هتبقى do you like لي لان بيقول لي سايدو ولا ينزي كده كده يا جامع مش وفر اللي بعده محمد صلاح بلاي فور ليفر بول بيقول لي is ولا has ولا دز ولا دو هنا بيقول لك play في المصدر. مبدئا از مش هتنفع لان لو از موجودة هتخلي الفعالة اصلا فيه i in g فبره هز مش هتنفع لان لو هز موجودة هتخلي الفعاله في التصريف الثالث فبره يبقى رندي وعند دو. هسأل على بصلاح بمين? بداز. دي لانه هو مفرد. بعد كده بيقول لي داز يوسف نقط داز هتحط الفعل في المصدر فكده كده هنختار كلمة يعني هل يوسف حضر بتاعتك الحفلة بتاعتك ولا لأ. طيب لو هنسأل باي اداة استفهام زي اي حاجة بقى من او غيرها زي ما احنا هحط كلمة اداة الاستفهام في الاول دو او الفاعل بعد كده الفاعل في المصدر. على سبيل المثال بيقولك كم عدد المرات طبعا هيبقى كم عدد المرات اللي بتاكل فيها خضر. انا تقريبا باكل كل يوم خضر. بس مش باكل كل يوم فاجأة. هنا طبعا كلمة في المصدر بيقول لي ارنت ولا دونت ولا دازنت ولا هافنت. يو هاخط معاها دونت. ليه مش هاخد ارنت? فكروا كده. اللي يعرف يكتب في الكومنتز. انا مستحيل اخد ارنت ليه? لان انا لو اخترت ارنت احنا لسه الينا فوق مع موضوع هحط الفعل هنا اي ان جي. تبقى ارنت جيتنج. وطبعا هيبقى زمن غير الزمن. وهيبقى الكلام كله بالنسبة لنا اغلط. ندخل على البعض. قدلوقتي عرفت المبني للمعلومي يعني انا عارف الفاعل اللي انا بتكلم عنه. طيب لو انا مش عارف الفاعل بقى. ايه اللي بيحصل? والله يقال لك الموضوع بسيط. زي ايه مسلا ادخل اقول لك مسلا الشباكة كسر. مين اللي كسر واحنا ما نعرفش. المبني اللي مجول في المدارة البسيط بنعمله ازاي? بابدأ الجملة المثبتة الخبرية المثبتة بالمفعول. بعد كده حط ام او از او ار ووراها تصريف تالت. طب الكلام لو منفي سهل جدا. ابدأ بالمفعول. حط ام نط از نط ار نط ووراها التصريف التالت. هتعمل سؤال هتحط عادات الاستفهام عادي. ام او از او ار ومفعول ولازم تصريف تالت. طيب. مثالي بيقول لنا ادني اكتر. هنا بيقول لي. الكلام هنا مين اللي بيزاكر الكتاب ده? يعني العديد من الناس. انا كده عارش الفعل. اوه يبقى الكلام ده مبني للمعلوم. زمن الجملة ايه? هشوف الفعل. الفعل هنا كلمة استادي. في حصل لها اي تغيير? لا ده هي في المصدر. يبقى ده مضارع بسيط. طيب الناس ديها بتذاكر ايه? يبقى ده كده المفعول. ده مضارع بسيط. مبني للمعلوم. عرفنا ازاي? ادي الفاعل. ادي الفاعل. ادي المفعول. لو هنيجي بمين? بالمفعول? ايه المفعول هنا? اللي هو كلمة بوك. ابدأ بها يا عم الكلام. بوك ده هيبقى هابدأ بها الكلام هيبقى ديس بوك. بدأت بها ديس بوك. مفرد ولا جام? مفرد. ياخد ام ولا از ولا ار? ياخد از. حط از وحط وراها التصريف التلات من استادي يبقى استادي. ممكن بقى نقول وممكن نشيلها. ممكن نحط في الاسطوب هنا ويبقى الكلام كده خلص عادي جدا. نيجي نترجم بقى نقول هذا الكتاب بتتم مزاكرته. ممكن نقول بقى بواسطة العديد من الناس وممكن ما نقولهاش. زي من الجملة هنا ايه بقى? مضارع بسيط. عرفنا ازاي يا عم ان المضارع بسيط ادي از? لان انا مش هستخدم ام او از او ار اصلا غير ما عازمنات المضارع. وده مضارع بسيط ليه? عشان حط ورد تصريف التالت يبقى الكلام ده. مضارع احنا مش عارفين مين الفعل. يبقى المبني المجهول بقى ابدأ بالمفعول. ام او از او هار وراء تصريف تالت. هنقم في ام نوت از نوت ار نوت وراءهم تصريف تالت. بسيطة. ناخد نساء نشوف ان احنا فهمنا ولا ما فهمناش. بقولك نقطة اللي هو اللي استشعر عن بعض. نقطة علشان نجد الماء تحت اه في الصحراء مسلا. ولا از يوزد ولا يوزد ولا يوزز. طيب مبدئة ان ده هنعتبره مفرد. هو اللي بيستخدم الشيء ولا اللي بيتم استخدامه علشان نجد? بيتم استخدامه يبقى مش هو الفعل يبقى هو ايه? مفعول. يبقى الكلام هنا مبني المجهول. ده مفرد يبقى هنحط از وغراها التصريف التالت. لما نيجي نشوف بقى الاختيارات بقى عشان نتعلم الموضوع ده. هنجرب لاربعة كلمة يوزن جديد عشان يبقى فيها اي انجي لازم ان حاجة يخليها في اي انجي يبقى بلها ام او از اغار مش موجودة برا. رقم سي كلمة يوزد ده ماضي بسيط. ولما تيجي تجربها هتلاقي ان ده كده فاعل هو مش فاعل ده مفعول. نفس الكلام هيبقى في المبنى المعلومة هيبقى الكلام اصلا غلط. لان انت لما تقول لي بيستخدم. بيستخدم ايه حضرتك? مش بيستخدم حاجة. ده هو اللي بيتم استخدامه. علشان بقى ايه نشوف المية مثلا الجوفاية. بعد كده بقول لك دكتور ليلا هازا. اسم حد ما اللي اشدعو بيها محيب. نقط ازا امبورتانت كونفارزيشانست باي ميني بيبول باي ميني بيبول بواسطة العديد من الناس. اكيد طبعا بيطورة او بيتم رؤيتها كحد مهم جدا. بواسطة العديد من الناس. نفس الكلام هيبقى ديها مفرد. يبقى هناخد اما واز التصريف الثلاثة يبقى اس سين. اللي بعده اتنقل ذات دير ار اونلي تويني ثويني ثوين لايونز ان افريكا. هنقول انه من المعتقد ان في حوالي اشرين الف او تلاتين الف او اي رقم. من المعتقد ديت يبقى الكلام مبني المقول. لان مين اللي بيعتقد? زي كده العرب يقول لك دول بيقوله. هما مين اللي بيقول دول محدش يعرف. يعتقد يقال مين اللي بيقول ما برضو ما بنعرفش. نفس اشوفهم الناس اللي هما بيقولوا دول. زي احمد حلم. يبقى ات از ثوت. از وراها التصريف الثالث. اتنكينج طبعا مش ينفع ده اي كده زمن مستمر واحنا طبعا ات هنا مش هي اللي بتفكر ده هي اللي بيعتقد. كلام سهل? ان شاء الله يكون سهل. ندخل على بعده. ايه اللي بعده? قول لك بقى نخلي بالنا من شوات ملحوظات صغيرة. اول حاجة لو كان فربي تو بي اللي هو يكون هو اصلا فعل رئيسي في الجملة. فطبعا فربي تو بي في المضارع ام از ار. وطبعا الاي هتاخد ام شي هي ات از اليو واليو دي هياخدوا ار. ممكن بعمل حرف جر اسم صفة او اي حاجة. وبيتم استخدام نفس الفعل ده لنفي الجملة. يعني لو هم في الجملة هقول ام نوت از نوت ار نوت. وكذلك عشان نعمل جملة استفهمية. هنعمل مؤسسة بالامر ازو في الاول. الفاعل بعد كده نكمل الكلام. جمل توضح عنهاية الاتنين. قول لك محمد صلاح اولا حاطط لك هنا علامة استفهام. حالو. الجملة ده فيها اصلا فعل. محمد صلاح ده اسم جود ده صفة بلاير ده اسم. مفيش فيها فعل. وبالمناسبة مفيش اي جملة في الانجليزي ما ينفعش يكون فيها فعل. الكلام هيبقى غلط. دد لو دد هيترجع فعل للمصدر مفيش فعل. غلط. دز نفس الكلام دو نفس الكلام. ودو اصلا مش هنفع استخدمها محمد صلاح. هنستخدم معها دز لو في فعل. يبقى هنا از. ترجم بقى الكلام. يعني هنا هل محمد صلاح يكون اللاعب كويس. طبعا هنقول yes. he is. ولو لا هنقول no he is not. طبعا هو yes he is. ده مش جود ده fantastic player. من وجهة نظري على الاهل. fantastic يعني رؤى. الجملة اللي بعدها دير نقط thousands of people at football stadium. thousands يعني الاف. ودهت كلمة جامعة. هكيد هناك او يعني موجود هناك العديد من الاف الناس في الستيديو. هيبقى دير ار ولا اس ولا هاف ولا هاس. طبعا هتبقى دير ار. يعني هناك يعني فيه يكون هناك كزا. الاف الناس في الستيديو. النوت نومبر تون. الملاحظة التانية. احنا ممكن برضو نستخدم فربته هاف اللي هو يملك او يمتلك كفعل اساسي في المدارع البسيط. طب فربته هاف اصلا في المدارع البسيط كان ليه كم شكل? شكلين? هاس وهاف. المفرد اللي هو الفاعل المفرد اللي هو الشي والهي والات هياخده هاس. الاي واليو والوي والدي هياخده هاف. ده مدارع بسيط. يعني ممكن انا فيه بدونت هاف ودونت هاف. ودونت طبعا هتروح مع الفاعل المفرد اللي هو الشي والهي والات والاي هتاخد الاي واليو واليو دي هياخده دونت. بده يبقى دونت هاف. ولو هنسأل هنسأل بدو او دز بعدك نحط الفاعل وبعد كده نرجع الفاعل للمصدر. ليه الفاعل في المصدر? عشان احنا قلنا دو او دز او دونت او دونت كده كده هترجع اي فاعل للمصدر. وده طبعا لما يبقى بربي توهاف معناه يتناول او يمتلك. المعنى الرئيسي بتاعه يعني كفعل الرئيسي في الجملة. شوف مثال كده. الجملة اللي فوق ديت. هنا يعني احنا مش بناتناول او مش بناكل مش بناكل نتناول ديت الغداء قبل ما بوها مايرجع. هاف انت لو لو هي الاجابة صح طبعا هي مش صح. لازم يكون في فعلا وراها في التصريف التالت. وده ما حصلش فوق. يبقى غلط. دونت هاف وارنت ودونت بي. طبعا هيبقى ويه دونت هاف يعني احنا احنا مش بناكل الا لما بوها يرجع. ناس مؤدد. اللي بعد. نقط ده سؤال طبعا مش هتنفع ليه? لان لو هيبقى نفس الكلام محتاجين فعلا في التصريف التالت فهيبقى مش هينفع. هيبقى هنقول يعني هنا هل انت بتتناول لغدا قبل ما بوك مايرجع? الاجابة طبعا على حسب. احنا عايزين نقول ليه. نخلي بالنا بقى من معلومة وهصحح لكم معلومة. وانا عارف اللي هيحصل في التعليقات ده لو حد شاف الفيديو اصلا معل. ظروف التكرار في بعض الزمل المدرسين بيقول لك ان ده بيدل على مدارع بسيط. الكلام ده مش صحيح. يعني ايه? ظروف التكرار هي بتقول ليه? الكلام ده بيتكرر بنسبة قد ايه? يعني مش معنى ان انا شفت كلمة يعني دائما يبقى زمن الجملة مدارع بسيط. الكلام ده مش صحيح بالمر. هي معناها دائما. ممكن استخدمها في الماضي. ممكن استخدمها في المدارع. ممكن استخدمها في المستقبل. لان هو ظرف تكرار. يعني ايه ظرف تكرار? يعني بيقول لي الموضوع بيحصل قد دي. يعني دائما. يعني مسلا بنسبة مية في المية. اقول لك مسلا يعني ايه? يعني انا دايما بشرب قهوة. ايه بقى تقريبا انا بشرب قهوة بنسبة مية في المية من الايام. كل يوم بشرب قهوة ده اساسي. طيب. ممكن استخدمها في الماضي عادي جدا. انا اقول لك اه انت يعني في الماضي يعني دايما كنت بلعب كورة. دلوقتي ما بلعبش كورة او على اقل مش مية في المية من الايام. بلعب بس ايام معينة في الاسبوع. ليه علشان مشغول بقى او ايام كان. يبقى انا ممكن استخدم ظرف التقرار ده في اي حاجة. ممكن اقول لك انا هزاكر دايما كل يوم. ده مستقبل ايام فاستخدم لانه هو ظرف التقرار. طيب المهم بقى هنا بقى احنا بنستخدمها فين بقى مكانها فين. يا اما قبل الفعل الاساسي في الجملة او بعد مرة كمان. ظرف التقرار كلها. هستخدمها يا اما قبل الفعل الاساسي في الجملة او بعد وهي مش حصريا في المدارة البسيطة انت تقدر تستخدمها في اي زمن من غير اي مشكلة. تعالوا نشوفهم كده قلوز يعني دائما بنسبة مية في المية. مسلا يعني اقل شوية مسلا تسعين. يعني عادة تمانين سبعين. بانتظام. اوفن يعني غالبا. سمتايمز احيانا. لتل يعني قليل سلدم يعني نادرة. ريرلي نفس المعنى نادرة. نيفر يعني ابدا زيرو. اوكي جانلي يعني من حين واخر في المناسبات يعني. هاردل ايفر يعني بالكات فريكنتلي غالبا او بشكل متكرر سكرلي يعني بصعوبة. ناخد كده الجزء اللي بعدها. التعبيرات اللي جاية دي تأتي غالبا في بداية او الجملة. ممكن استخدمها في بداية الجملة او نهاية الجملة على حسب اللي انا عايزه. نا وانا اجين يعني دلوقتي وبعديه. كلمة ديلي يعني يوميا او بشكل يومي. سنويا او بشكل سنوي. كل يوم. كل يوم. كالعادة. مرات عديدة. يعني ايام الجمعة او وهحط مثلا يبقى كل ايام الحد. يعني كل ايام السبتة. اللي بعده يعني في الصيف او دي يعني مرة في اليوم. ناخد كده كم مثال. بقولك اي تلي فيجين ان دي ايفنج. اي ووتش اوفن ولا ووتش اوفن ولا اوفن ووتشز ولا اوفن ووتش. طبعا عندنا تحاولت. طيب مبدايا ده مضارق بسيط يعني اي هتاخد الفعل في المصدر معه. هحط بقى اوفن قبل ووتش ولا بعد ووتش. نسيت نرجع تاني. ظروف التكرار يا اما قبل الفعل الاساسي او بعد قبل ايه? قبل الفعل الاساسي يبقى قبل كلمة ووتش. يبقى هنا اجابة اوفن ووتش. اللي بعده. مجدي نقطة تويس او ايك. جوز 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 ولا جو نرايح دماغ. مجدي كده كده هحط الفعل مع اس او اي اس. هنا هنحط الاي اس. يبقى سي ودي بره. بقي لي ايه? وبقي لي سي. هحط في الاول ولا هحطها بعد جو. نرجع تاني نشوف الكلام لو نسينا او اخر مرة. ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي. يبقى قبل الفعل الاساسي يبقى جوز جوز. الجملة اللي بعديها از ادكتور. ابو ايه شغال دكتور. هي نقط. very busy examining patient. هي اوفن اس? هز اوفن? هز اوفن ولا از اوفن? طبعا احنا قلنا او بعد يبقى از اوفن. بحط ظرف التكرار بعد او قبل الفعل الرئيسي بالجملة. نتمنى يكون الجزء دات واضحة والدنيا تمام. ان شاء الله تمام. طيب احنا قلنا الاستخدام بتاعهم. يعني بستخدم المدورة البسيط للتعبير عن الحقائق السابقة. تحدث عن الاحداث بشكل عام. او المواقف اللي بتحصل معه بشكل دائم او بشكل متكرر. مثال nurses no patients at hospital. طبعا الممرضات الطبيعي بتاعهم بيهتموا بالمرضى في المستشفيات. طبعا من غير ما نديهم حاجة ده ان ده شغله. هديديهم انت حر طبعا ده يعني ده من كرم اخلاقك يعني. طيب. هقول بقى looks after ولا look after ولا look the after ولا looking after. nurses ده مفرض ولا جم? جم. هي بقى هحط الفعل معها في المصدر. يبقى look after يعني يهتموا بيه او يعتني بي. dogs cars and foxes. نقط four legs. دولها طبعا جم. هقول هاد ولا هاف ولا هاز ولا having. هاف four legs. مضارع بسيط. wild animals. نقط in foresters. wild animals يعني الحيوانات البرية. اكيد الطبيعة بتاعها بتعيش فين? بتعيش في في الغابة. يبقى طبعا ديها الجامعة هخط معاها كلمة live في المصدر. جزء اللي بعده. نستخدم كمان حالة F ديت مع حالات F الصفرية واحنا كده كده هندرسهم بازن الله. حالة F يعني لو الحالة الصفرية والحالة الاولى بيبقى F بعدها جملة في المدرعة البسيط. الناحية التانية في المدرعة البسيط ديت اسمها الحالة الصفرية. ودي كده كده هتبقى انتو احنا اخدناها بلا كده في المرحلة اللي عدد دي. وهناخدها مرة تانية في السنوية ان شاء الله. كمان بنستخدمها في الحالة الاولى. F بيبقى معها مدرعة بسيط والناحية التانية بتبقى ولول مصدر. ناخد جملتي. بيقول لك F we heat iron. F we heat. طبعا الفعل في المصدر هنا ده مدرعة بسيط. اتنون. ديت طبعا حقوق علمي. اي حد هيسخن الحديد. ايه اللي هيحصل الحديد? الناس بلا هدخله علمي. او اللي كانوا شاطرين في العلوم السنة اللي فاتت. اكسباند. طبعا هيتمدد. طيب ات هنا احطي بقى اكسباند ولا هحط الفعل اس. اكيد هحط الفعل اس تبقى اكسباندس يعني هيتمدد. ده الطبيقة بتاعه. ده بريزنت سامل. وينده سن ستس. لما الشمس ستس. ده دي نقط اند ولا اندس ولا اندد ولا اس اندد. ده دي اندس. الاياء اليوم طبعا بيكون انتهى. لما الشمس ايه? بتغيب. جزء اللي بعده عندنا اكتر من طريقة للتعبير عن اعداد في زمن المضارقة. يعني ممكن اقول مسلا الفعل ايان كان بقى اي هي شي ات. احط بعدين او ازا قرع لحسب الفعل. وبعد كده ووراها او اه اسم او ضمير. مسلا اقول لك ايام يوز دي تو بلاينج فوتبول. ده معناه ان انا عندي عادة ان انا بلعب كورة امتى في المضارقة? عارفت منين ايام? ايام. يبقى ده مضارقة عجيب. ممكن كمان نقول اتس وبعد كده احط صفة ملكية. حابت يعني مسلا عادته انه يلعب كورة. ده مضارقة عارفنا ازاي? من از برضو. بسيطة خالصة. ممكن نحط الفعل اما او ازا قرع بعدينها وبعد كده بنقول هنا هيحصل تغيير بسيط في في الشكل ده بتاع يعني عادته. نحط وراها ناخد كم مسائل واوضحولنا المعنى. هي نقط ناوديز يعني الايام ده يا تيبقى الكلام ده هنا ما بدايا اكيد مضارقة. وبلاينج هنا الفعل في آي انجي. هقول بقى هي يوزز تو ولا از يوزد تو ولا يوزد تو ولا هابت. اكيد طبعا هي يوزد تو بلاينج تنس. يعني هو بقى يتعادته دلوقتي لعنى بتاعته في المضارقة يعني انه هو بيلعب تنس. هي اس ان ذا هابت اوف ان ذا هابت اوف هو هو تقولنا بياخد وراها فيربي فا اي انجي. انتهابت اوف بلاينج فيد. او بلاينج تنس. اي انكان بقى اللعبة اللي هو بيلعبها. بعد كده بنقول نخلي بقى لنا ان المدرع البسيط بعد كلمة no longer. no longer معناها لنقول ان العادة ديت كانت موجودة في الماضي لكن هي دلوقتي مش بتحصل. يعني مثلا انا كان عندي عادة زمان no longer يعني لم اقعد اعمالها دلوقتي. هيبقى في فاعل. عيان كان هو مين? وكلمة no longer وبعد كده مدرع بسيط. او احط الفاعل وبعد كده مدرع بسيط منفي وحط كلمة anymore او any longer. يعني ليس بعد. مثال يوضح المعنى يعني الاتنين. اي نوع اطئيت? because i am vegetarian now. ناوي يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا في المضارع يعني vegetarian ديت يعني نباتي. ما بقولش مسلا لحوم اسماك بيض لمل الكلام ده كله. طبعا مش عنا ده في ناس بتبقى كده. طبعا هم قليلين مش تقريبا قليلين جدا في مصر يعني. سمنتشرين بارة. اقول بقى اي any longer ولا any more ولا no longer ولا اي وبي. اي بيقول لي any longer تعالي كده نشوف any longer فوق. any longer اصلا بتبقى في الغالب فخر الجملة وهي وany more. وبعد كده بيقول لي no longer. I no longer eat. ده مضارعة بسيطة هو. اللي هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله فوق. بيبقى فيه فاعل. حط كلمة no longer وحط المضارعة البسيط. يبقى انا لم اعد اكل اللحمة لان انا بقيت نباتي. يبقى هنا الاجابة كلمة no longer. ده سطور نقط that brand of shoes anymore. because it went off business. الرجل ده بقى المحل ده اكيد ما بقاش يبيع بقى ولا يجيب البراندات ديت لانه هو مش شغال دلوقتي. هقول بقى ده سطور didn't carry ولا isn't carried ولا doesn't carry. انا بقى في المضارعة البسيط ازاي? قولنا don't and doesn't والفعل في المضار. سطور مفرد يبقى هنحط معا doesn't carry. بعد كده ده حاجة من الحاجات الاضافية اللي انت كده كده لازم ان تبقى عارفة واللي هي ممكن تيجي في الامتحانات عادية جدا. بنستخدم المضارعة البسيط للتعبير عن احداث مستقبلية حاجة لسه هتحصل في المستقبل لكن بشرط يكون وفقا لجدول او معايد سابتة. معايد سابتة في الغالب بتبقى معايد الاوترات طيارات السينما مسرح اي حاجة معايد حتى لو معايد دروسك سابتة مش بتتغير المستر مش كل شوها بيغير. ده كده بالنسبة لنا برضو هيبقى عندنا نفس الموضوع يعني هستخدم معا مضارعة بسيط. طيب. بقول لك شي is flying to London next week. next week يعني الاسبوع القادم. موعد الطائرات سابتة. بقول لك هير flight نقط اوف ات سيفن اي ام. دي ات لو جاد في الامتحان معظم الناس هتختار ويلو المصدر. يعني آآ هيختاروا المستقبل. هنا ده هتبقى اول بيه. غلط طبعا لان ده معايد سابت فهنا هختار معا المدارعة البسيط تبقى تيكس اوف. طيب. we have packed the luggage. احنا رتبنا الامتعة او الشهونات بتاعتنا عشان اكيد مسافرين. سانية كده. صح كده ماشي. الطائرة بتاعتنا ات ايت بي ام. طبعا هتبقى الطائرة بتاعتنا ليفز ات ايت بي ام. بقى شوية رابط زمني. وده بتبقى مهمة للناس اللي هي بتحب مستقبل متقدم. ولو جاب اي تركة تركة اللي هي الكلام اللي بتقول تركات. لو جاب اي تركة من المسميات ده تبقى احنا فاهمين الكلام. انا اقدر استخدم المدارة البسيط بعد الرابط الزمنية الدلة على المستقبل. يعني ايه? هيبقى فيه جملة في المستقبل اللي هو اولو المصدر. مسلا اي حاجة بتدل على المستقبل. او جملة امرية. اقول لك يعمل كزا او ودي كزا. ممكن بقى نحط هي رابط زمني زي عندما قبل ده دي والكلام ده. الجملة التانية ممكن تبقى عادي جدا او المكون مدارع بقى مدارع تام او مدارع بسيط. تعالوا كده نشوف. بمجرد ما وصلت البيت او بمجرد ما اوصل اصل البيت بعد الشغل اي نقطة اشاور. انا هعمل يبقى انا سوف ااخذ حمام هياخد حمام هياخد شاور. يبقى هقول اي ويل تيك اشاور. ليه? بمجرد ما هاوصل ان شاء الله هاخد حمام سوف ااخذ هحط ويلو المصدر. حاجة لسه هتحصل ان شاء الله. لما وصل البيت او باخد حمام بقى. شي نقطة جوين انتل شي فينش ده مدارع بسيط. هي اكيد بقى مش هتلتحك. مش هتروح الجمع الى لما تخلص السنوية. ده اساسي. يبقى كلمة مش هتعمل كزا اللي هي ويل نوت. ويل هنفع بكلمة وانت دا. طيب نيجي بقى للخلاصة بتاعت زمن المدارع البسيط. المدارع البسيط احنا قلنا احنا لازم ان نبقى مركزين على اربع حاجات. اول حاجة الاستخدام انا باستخدمه للتعبير عن عادة. او روتين او حقيقة علمية. او شيء يحدث بشكل متكرر. كمان بنستخدمه للتعبير عن المستقبل. امتى يا شباب مع المعيد السابتة? زي القطرات والرحلات الجوية. الكلام ده موجود بالانجليش هو عشان نستخدمه ان احنا نعمل جمل عن حقيقة حاجات تحدث بشكل متكرر. او بنتكلم عن حاجات دايما بتبقى حقيقة. تكون بتاعه الفعل في المصدر مع الاي اليو الوي ودي. وبحط له اس او اي اس لما يكون الفعل شي او هي او ات. اللي هم اضمار المفرد الغائب. طيب الاس ديت بنحطها مع معظم الافعال. الاس بحطها لو الفعلها منتهي بالس اتش سي اتش او او اس اس او اكس او زد. علشان نعمل فاصل. مسلا فعل زي فعل ووش. وش يعني اغسل. لو جدت حطوله اس بعدية هيبقى صعب في النوت. فهتبقى ايه ووش ازا. حطينا الايه علشان يبقى سهل في النوت. والكلام ده طبعا بقى سهل جدا دلوقتي لان الكلام ده لو جالك في الامتحان اصلا هيجي لك على شكل اختيارات. فانت كده كده مش يبقى عندك مشكلة ان شاء الله. الاي اس هنستخدمها امتى? لو ان الفعل منتهي بحرف واي وقبله حرف واحد ساكن. حشيل الواي وحط اي اس. طيب. لو انا هسأل هسأل بدو او داز وهحط الفعل في المصدر. وما ننساش الناداز هتسأل على الشي والهي والات. ودو هتسأل ايو وي دي. النفس. نفس الكلام وبعد كده هنحط الفعل في المصدر. بكده يبقى احنا خلصنا شرح المدارع البسيط. اتمنى من ربنا يكون وفقني وقدر توصل المعلومة بشكل سهل وبسيط. وتكونوا استفدتوا باي حاجة. ما تنسوش بقى تشوفوا الفيديوهات اللي فاتتكم. تستنوني في الوديوهات اللي جاية. اتمنى لكم التوفيق. اشوفكم على خير. مع السلامة.